هل تعلم أن هناك ثلاث ميزات في لوحة مفاتيح سامسونج على كل مستخدم سامسونج معرفتها؟ الأولى عندك كتابت أي جملة وقمت بالخطأ يمكنك بأسبوعين حذف ما كتبته أو بأسبوعين بهذه الحركة يمكنك استرجاع ما كتبته سابقا الميزة الثانية إذا نقرت على زر المساحة بنقرة مطولة يمكنك التحكم وتوجه إلى أي حرف أو كلمة من الجملة التي كتبت بسهولة وسرعة أما الميزة الثالثة استخراج النص سنقر على ثلاث نقاط ثم استخراج النص أو Extract Text ستفتح لك الكاميرا ويمكنك تحويله على أي نص بهذا الشكل وسينضاف النص تلقائيا هل كنت تعلم بهذه الحيالة الثلاث؟ إذا اضطريت أخذ هاتفك لمختص لإصلاحه وخفت من بيانات هاتفك وصورك وفيديوهاتك فإليك الحل فقبل التوجه به إلى مصلح هواتف قم بوضعه على مود الصيانة بالتوجه إلى الإعدادات ومن ثم العناية بالجهاز وستجد خيار الأخير وضع الصيانة تنقر عليه ومن ثم تعطيه تشغيل وإعادة التشغيل الهاتف سيتحول إلى وضع الصيانة في دقيقتين وسينطفئ الهاتف ويشتغل وستجده دخل لوضع الصيانة كما نلاحظ لا تطبيقات متبتة ولا صور ولا فيديوهات ولا أي شيء وبهذا يمكنك التوجه به إلى مصلح هواتف دون الخوف على بياناتك وخصوصياتك وللرجوع للوضع العادي تنزل شريط الإشعارات ومن ثم تنقر على خيار أنقر هنا للخروج ومن ثم تنقر على خيار خروج ثم إعادة التشغيل سيتطلب منك وضع بصمة القفل أو نمط الخاص بك للرجوع للوضع العادي بمعنى في حالة ما أراد المصلح إلغاء وضع الصيانة فلن يتمكن من ذلك لأنه سيحتاج فتح قفل الهاتف ننتقل لتطبيق المكالمات في خاصية جميلة جدا لهواتف الغالاكسي بالتحديد المدعوم بالدكال الاصطناعي فكرة الميزة باختصار مثلا تلقيت مكالمة وأتتك في مكان لا تستطيع الرد على المكالمة ممكن أنك تجيب المتصل برسائل ويرد عليك بالصوت مثلا هذا الشخص اتصل به تنقر على هذا الخيار الاتصال عبر النص أو أبل تكست ثم تسحب إلى الأعلى وكما تلاحظ ستتحول المكالمة على هذا الشكل الآن مثلا الشخص التاني كلمك ستتوصل بالمكالمة على شكل رسائل نصية كمثال مثلا ستتوصل أنت بها على شكل رسالة كما تلاحظ وأنت ممكن ترد على الشخص برسالة على سبيل المثال رسالة نصية Merci je vais bien وهو ستوصل بها بالصوت كما تلاحظ Merci je vais bien ولو تريد تحويل المكالمة إلى الوضع العادي تنقر على هذا الخيار كما تلاحظ ميزة صراحة خرافية جدا فيمكنك تفعيلها من خلال التوجه إلى تطبيق المكالمات من ثم ثلاث نقاط ثم بارامتر أو إعدادات ثم تقوم باختيار هذا الخيار الأول بعد ذلك تقوم بتفعيله ومن هنا صديقي يمكنك اختيار اللغة الفرنسية الإنجليزية هناك بعض الهواتف في الجالاكسي لا تدعم اللغة العربية حسب الهواتف مثلا هاتفي من أوروبا فإنه لا يدعم اللغة العربية ولكن باقي الدول العربية كالشرق الأوسط وبعد الهواتف في تونس الجزائر سوف تجد الخاصية باللغة العربية بطبيعة الحال أنا شرحت الطريقة لشمال إفريقيا غالبا نستعمل اللغة الفرنسية وكذلك الإنجليزية فلهذا شرحت هذا الفيديو باللغة الأجنبية ما زلنا في تطبيق المكالمات فكثير من المستخدمي هواتف سامسونج يعانون من هذه المشكلة البسيطة هي أن لما الواحد يدخل لتطبيق المكالمات لكي يسجل رقم جديد مثلا أحيانا يجد نفسه إما في قسم سجل الاتصالات أو في قسم جهات الاتصال لذلك يضطر للتنقل لقسم لوحة المفاتيح فإذا كنت تعتبر أن هذه مشكلة بالنسبة لك فكلما لك التوجه لخيار الثلاث نقاط وبعدها تقوم باختيار الخيار الثاني فتح في لوحة المفاتيح أو Open in Keyboard وبهذا الشكل كلما تدخل لتطبيق المكالمات ستجد نفسك مباشرة في قسم لوحة المفاتيح بص بص الحركة دي فمثلا إذا كانت يدك صغيرة وتريد استخدام الهاتف بيد واحدة فممكن ستواجه صعوبة لتصل لتطبيقاتك الآلة أو لشريط الإشعارات فبحركة بسيطة يمكنك استخدام هاتفك بيد واحدة بأريح يتم عن طريق التوجه إلى الإعدادات ومن ثم الميزات المتقدمة ثم تبحث على خيار وضع اليد الواحدة تقوم بتفعيلها وتخرج وبحركة بسيطة تنزل إلى الأسفل على هذا الشكل ستصغر لك الشاشة وهكذا يمكنك التحكم في هاتفك بيد واحدة وبسهولة ويمكنك التحكم في شاشة الهاتف بوضعها على اليسار على اليمين، في الأعلى، الأسفل بطريقة التي تريد والتي تحيد هناك حركة أخرى جميلة أيضا فمثلا تشاهد فيديو على يوتيوب أو أي منصة وتوصلت بإشعار أو رسالة في واتساب مثلا ولا تريد الخروج من الفيديو الذي تشاهده فبحركة السحب إلى الآلة على هذا الشكل ستقسم لك شاشة هاتفك وبهذا يمكنك مشاهدة الفيديو وقراءة الرسالة والرد عليها في آن واحد وبالسحب إلى الأسفل ترجع الشاشة لوضعها الطبيعي فلتفعيل هذه الميزة تتوجه إلى الإعدادات ومن ثم الميزات المتقدمة وتتوجه إلى خيار الإطارات المتعددة وستجد هذا الخيار غير مفعل تقوم بتفعيله والآن يمكنك الاستمتاع بهذه الميزة المتقدمة سواء في يوتيوب، انستغرام، تيك توك أو أي تطبيق آخر تطبيق معرض الصور به إعداد مخفي مهم جدا فلتفعيل تتوجه هذا الخيار ثم الضبط ثم تنزل إلى الأسفل وتنقر على خيار حول الأستوديو بعد ذلك تنقر على إصدار الأستوديو سبع مرات متتالية حتى يفعل معك خيار غالري لاب ثم تتوجه إلى الأسفل ستجد مجموعة من الخيارات تقوم بتفعيل هذا الخيار ثم تقوم بالنقر على موافق نرجع إلى الوراء ثم نقوم بالنقر على أي مجلد صور ثم ننقر على المزيد ستجد خيار جديد انضاف اسمه لوك آلبوم من خلاله ستتمكن من قفل وحماية المجلد ببصمة الأصبع أو النمط وبهذا ستتمكن من حماية صورك الشخصية حتى لا يصل إليها أي متطفل الميزة الثانية الموجودة في غالري لاب وهي save as pdf فعندما تقوم بتفعيلها تقوم باختيار عدة صور ثم تقوم بالنقر على خيار إنشاء بعد ذلك تقوم بالنقر على save as pdf والصور التي قمت باختيارها سوف تتحول على شكل pdf ويمكنك تصفحها كما تلاحظ على هذا الشكل كأنك فاتح ملف pdf أو كتاب صور الميزة الثالثة في تطبيق معرض الصور مثلا صدفت صورة بها فيلتر جميل ولا تعرف اسمه أو طريقة الحصول عليه كمثلا هذه الصورة بها هذا الفيلتر الرائع سوف نطبق هذا الفيلتر على صورتنا الرسمية تقوم صديقي بالتوجه إلى صورتك ثم تقوم بالنقر على القلم بعد ذلك تتوجه إلى هذا الخير الفيلتر ثم تقوم صديقي بالنقر على علامة الزائد ثم تقوم بالنقر على الخيار ثم تقوم باختيار تلك الصورة التي بها ذلك الفيلتر وسوف يطبق ذلك الفيلتر على صورتك كما تلاحظ يمكنك الآن صديقي أن تقوم بالنقر على خيار إنشاء بعد ذلك يمكنك التحكم حتى في سطوع الفيلتر وكذلك يمكنك صديقي أن تقوم باختيار السطوع ثم تقوم بالنقر على حفظ سنعيد المحاولة على هذه الصورة نقوم بالنقر على علامة القلم الفيلتر علامة الزائد الخيار هذا ثم نقوم باختيار مثلا فيلتر أخر وليكن هذا الفيلتر الموجود في هذه الصورة وكما تلاحظون صديقي سوف يطبق تلك الفيلتر في الصورة يمكنك صريق الضغط على خيار إنشاء لحفظ الصورة بذلك الفلتر وتتحكم بسطوع الفلتر كما تحب من هذا الخيار عند الانتهاء تقوم بالنقر على حفظ